الاسد عايز ايه? الاسد عايز يحتفل هو مستني احتفال يمكن يكون احتفال بالارتباط ارتباط رسمي او اه مستني احتفال بعيد جواز عيد بلاد في مناسبة الاسد متوقع ان هو يحتفل بيها عايز يحتفل بيها طبعا مع شريكو. نفسه شريكو يديلو حاجة هو مستني منو حاجة سبكو بقى من انها هي لا مش شرط يكون فلوس مش مستني انو فلوس مستني يديلو حاجة مستني منو عطاء من نوع المين حتى لو اهتمام يعني شايف شريكو ازاي شايفو بيتخلى عنو بيبعد عنو مش قريب مش قريب بالدرجة الكافية على اقل ده انا بحاول اقولها بقلطه في طريقة ممكن بس هو بيبعد ومتجاهل الحب والمشاعر والحاجات دي كلها وايه وصيبه ورايح بحتة تاني. اه شريك الاسد عايز ايه? شريك الاسد هو هو حابب يديلك مشاعر عايز يديلك مشاعر اكتر معرفش ايه اللي موقف ويمكن يكون حاجة فيك بينك وبينه مثلا انو انت ممكن زعلان منه في حاجة انا مش ادرا بها بس هو عايز يديلك مشاعر نفسه في برج بينكم نفسه يتهد. نفسه يتهد. بصوا بقى افتكر ان البرج اللي بينكم ده ده شخص. ده شخص. الشخص ده او او حتى ممكن تكون صرفة فيك في الاسد. نفسه انها تتهد ويحل محلها حاجة احسن. او في حاج عاملك غشاوة على عينيك يا انا. خليك مش مقيمة انو ضع صح. واللي بي اكيدي ده حاجة حنشوفه بعد شوية. شايفك ازاي? شايفك خبر حلي. يعني انت بتسر قلبه بتدخل في قلبه السرور. حاجة طاقة ايجابية بحثة يعني. الطاقة ما بينكم مرحلة جديدة. انتو شكلكوا داخلين على مرحلة جديدة. ومرحلة حلوة. او دخلتوا فيها بالفعل. ده كارت زواج. كويس? انا بشوف كارت زواج. او اتوجه نحن الدين. او بتمروا بظروف فرحشية الدني. يا ده يا ده. بس في حاجة جديدة هتحصل. في حاجة هتشتغلوا عليها. هتصلحوها. في حاجة هتتصلح. زي ما انتو شايفين هو قاعد بيصلح حاجة. ايه حاجة هتتصلح? كويس? انا مش عارفة ده شغلك ولا شغل شريكك بس اللي حسسني انه في حد هو اللي مسامس المشكلة بينك وبين الاسد الكارت ده. شايفين هو قاعد ده واحد ملك وملو هدوم وقاعد وحاجة حلوة جدا. وجنبه هزا الكائن الطفايل. ده بينصحك مصرح مش كويس. ده مش بيتمنى لك خير. في طرف العلاقة دي بتاعة المجموعة الثانية للاسد. مشوش على رؤية حد فيهم. لاما الاسد او شريكه. بس افتكر ان هو الاسد لان اللي نفسه الغشاوة النساح هو شريكة في اسد. تي حد مسيطر عليك? مش مسيطر عليك. انت مديل ودنك. الشخص ده مش كويس. مفاهمك صورة غلط عن شيء. البرج ده لما هيتهدى هتبتدي تشوف الصورة اوضح. وهتشوفها احسن. وهتشوف يعني شريكك او حبيبك على حقيقته فعلا. مش بصورة للشخص ده او البني ادم اللي بيوسويس لك ده مصورها لك. لا. تهمتوا قصدي? رخمة بينكم حلوة جدا. زي ما قلنا الاسد مستني احتفال. مستني اعطاء او حاجة معينة من شريكه. لاسد شايف شريكو بيبعد عنه. ومش دي الحقيقة. انا مش شايفة ان دي الحقيقة خالص. شريكك بيحبك لاسد. وعايز يقدم لك آآ الاهتمام وكل حاجة. بس في حاجة واقفة بطريقه. في حاجة مضايقية. لان برد ما هتروح. هتشوف كل الحاجات دي وحتبن لك بصورة بصورة اوضح. آآ شايفك خبر حلو. وآآ وطاق التفاؤل وحاجة حلوة جدا. وطاقة بردكم فيها مرحلة جديدة. افتكر انتو هتشتغلوا على الموضوع وهتصلحوا يا اسد. مع بعض. ده فعلا صح جدا. كلام صح في الابتعاد العاطفي للاسد. تمام. ده فعلا صح. بشكرك يا ام حياتي. امل حياتي. بشكرك. طيب. شوفوا بقى مين الشخص العمالي ينصحكم النصيح مش لطيفة دي. واآآ اي حد مدخينه في الاعلاقة. هارجع تاني واتكلم عن الحموات. فليس. ارجوكي. كل الحموات. خليكم جدا جمال. خليكم حلوين. وسعوا للخير. يعني اي زعلة تحصل حولي. يعني معلش هات الغلط على ابنك او بنتك احسن. عشان الدنيا تمشي وما يبقاش حد شايل من حد. لان هقولوكو على حاجة. يحبوا بعض جدا. فهيبقى انتم شكلكو وحش. في اخر هيتصالفوا. كده كده هيتصالفوا. فخليكم كده محضر خير. وصلاحه ما بينهم. ان شاء الله ربنا يعني ربنا هيكافئكو على حاجة زي كده اكيد. ثمان. آآ محمد اضعت عصابها. اوكي. ان شاء الله يا مسرينة. اوكي. هذا شغل جديد ان شاء الله. بازن الله يا ماما توجي. ما فيش حاجة تتصلح ما توجيش كده يا مريم. ان شاء الله هتصلحه كل حاجة. بازن الله هتتصلح. ده اللي انا شفته. عايز تصدقيني صدقيني. آآ الصبر طاب. طيب الصبر طيب. اهلا ليك نورك. زروا في صلح الاسد مع اسد. اه. دي حية. دي حية. آآ اوكي. الحظ في العمل آآ نيجا انا شفت العمل عند الاسد كويس وفي ممكن عنده صفر كمان. مريم لو دي الحالة. لو دي الحالة حاسة نجواتي طاقة مش كويسة طاقة تلبية. راح تريع صحة حاول اصعدك. آآ آآ كلمين. كلمين نشوف ممكن ممكن احاول اصعدك ازاي. كلمك صح جدا. انا ما موت كيك يا علا. بس لنين يا روح قلبي. صح جدا يا صرصورة بس ليا روحي. انا بكادت. مضاش عناصر كده يا راشد. مضاش عناصر كده انت جمين. اوكي. اوكي. الكرم دمية المية يا ساتة كل. يا حسني بشكورك جدا جدا. اوكي. يا رب في اذن الله. طيب خلينا نشوف اخر مرحلة. شاعتنا استعجد علينا هذا. اللي مش متابط اصلا يا انا مش عطل اسمك اقرأ اسمك اخوض اطوان انا شوفت الناس اللي معنتم مش متابط خالص مش بعلاقة اصلا لا مفيش علاقات دديدة يعني السناجل سناجل هنشوف المجموعة التالتة والاخيرة بورد الاسد ايوه ايوه ايمن جميل جميل سلام يا سلام افا طيب ستطور مزي حلوة قوي المجموعة التالتة حالة امان مش عطل الهم ان شاء الله مش عطل الهم خالص للحالة الماديه الحالة الماديه عندك حلوة جدا وصفر حمد نفسك ازاي وشكلك اعطاها رايح على مغامرة هتعمل مغامرة وكمان جيو صفك اسد شخص تلقائي شخص ايجادي شخص كده عطوي على طبيعته عندك شوية تهور في شوية تهور بس شكلك داخل على مغامرة جديدة بس الكارف طبته حلوة جدا شمس طلعه وانت مبسوط وحالتك المزاجية كويسة جدا الحمدلله هنا The Lovers ده في حالة ارتباط بس مش جديدة دي مش مشاعر جديدة دي مش مشاعر موجودة اردي بس انت مرتبط بشريكك فيه هنا حالة هروب بتاع حصد بتهرب من ايه يا اسد؟ اهرب من ايه؟ شكلك عامل الحاجة غلط وبتهرب منها مش عايز تواجه او على اقل مش عايز تواجه يعني خلينا اقول مش عايز بتكون عامل حاجة غلط مش عايز تواجه حد دلوقتي ورحتك انت حور اصلا يعني ده هو اللي كسب يعني لو انت مواجهتوش هو كده الكسبان لان مواجهتك صعبة جدا عندك الشمس الشمس سطعه وطلعه ومنور الدنيا كلها الشمس يعني فرح يعني طاقة ايجابية يعني نجاح يعني صحة حاجات حلوة قوي واماني ودي اهم حاجة عندي بصراحة احلى احساس في الدنيا احساس الامان مش خايف من حاجة خالصة الحمدلله الدنيا عندك حلوة قوي قوي طيب نخلي بالنا بقى من الحاجات الحلوة قوي الجميلة دي عشان تحتها الجزمة ده دابل ده بيوحيد الحسد او بستحرم نخلي بالنا بقى من التطور بقى المادي والعلاقة الحلوة اللي فيها ارتباط دي والشمس اللي طلعها والمغامرة اللي انت هتعملها اه ان في قرر اعمال بيحصل من وراك اه حصل نفسك بلاش تتكلم ما تقولش يعني معرفش هو ربنا اقل واما بالعمل في ربك بحد بس معرفش يعني حاول تحصل نفسك على قلب على قلب واحد مش عارف يعمل ايه ومعرفش خلي بالك ايه طاقة حسد عندك يا اسد جنداء جدا خلي بالك او ممكن تكون وصلت بالسحر مجهود مبزول في العمل واضح جدا 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 بس ممكن تعمل اكتر كمان ممكن تعمل اكتر دوسها ع نفسك اكتر شوي ايه حد بشكله في مجال العمل مش شرط يكون برج اسد بس هو شخص مخيط مخيط وزو سلطة كويس ابتكر ده عندك في العمل ده ساكر عليه كده بالتطبع زي ما هي بتعمل ده الزبط شايفين اتقي شره يعني بمعنى اصح اكسبه حاول تكسبه لصفاق ايه اللي كانوا بقى بيسألوا بالنسبة للسناجل السناجل المجموعة الثالثة في عندهم مشاعر جديدة في شخص حيزهر كده ويقدم عرض مشاعر جديدة لو كان الشخص ده ظهر بالفعل احنا بنكلم في خطوبة تطنع خلقة جدية كدت ده مسحته انه اظهر مشاعرك يا اسد اظهرها الشخص ده الشخص المناسب اظهرها ما تخافش يعني بيه عندك موت لقلم يا اسد المجموعة الثالثة اللي كانوا بيعانوا من حاجة نفسية او اي حاجة حتى الجسدية ان شاء الله فيه موت الالم خلاص الالم هيروح انا مش عارفة ده هل لانه الموضوع تعالج وخلص ولا يعني انت اتعودت على الوجع ده بس انا حاس انه هو تعالج وان انت بقيت كويس والدنيا كويسة قوي 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 ان شاء الله مفاجئ كمان اه حالة ارتياح وامان من ناحية المادية اه ارتباط قوي مع الشريك فيه حالة هروب من موادها الشمس الشمس وجمال الشمس اكتر كارت بحبه بفكر عامل غلافة الكتابش الكارت ده اه يعني فيه اه جهد مجزول جامد في الشغل بس انت ممكن تعمل اكتر فيه هنا اه حالة اه حالة عفوية كده وزيب انتو شرين ماشي بيتمختر كده ومش فريق له حاجة وشكله داخل مغامرة موت لقلم حمدولله فيه شخص هيظهر نفسه اه او الاسد نفسه اللي هو ولد يعني هو اللي هيظهر نفسه وهيقدم عرض لشخص معين عرض ارتباط خلو بالكم الحسد يا اسد جدا جدا العين عليكم جنبه قوي 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 فترة دي لان ما شاء الله الدنيا عندكم حلوة الشخص العميف ده اللي انت تعرفه اللي يخوف بطريقة دي حاول تكسبه بعقلك روده بعقلك ان شاء الله هتقدر عليه بإذن الله يا هدير ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ربنا يتعبك وكلكو يا رب لا بصي انا خلاص اتبعى يبقى عندي ثقاف نفسي صراحة في المواضيع دي لان قريات كتير قلتها سواء عامة او خاصة والحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربنا هيبعت الخير صحي رب من حاجة فعلا انا مش عاوز اواجهة انت صحية تماميا نونا خلاص او انت شايف حبيبتي ان انت مش جاهزة لمواجهات دلوقتي مش مش مشكلة يا وسام حبيبتي انا تحت امرك بعتيلي عن الصفحة حبيبتي وانا معيك يروح بس اخلص بس اللايب حتى تفكره اصلاحة زهر اوه 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 هدي ما تخدش من حاجة خاصة مفيش حاجة مفيش حاجة بعيدة على ربنا فيش حاجة اقوم من ربنا كل حاجة تتفكر طبعا يا رادي هو الاسد اهو اسد بيتكلمه لو نتخدش من حاجة حد يخاف في اسد في الدنيا يخاف فعلا فعلا يا سومة خلوا بالكو وقلتلكو بالنسبة الموضوع الاحجار الحجر الازرق اسمه الفيروس تقريبا او الفيروس ده هو ده بتاع الحسد هتلبسوه سلسلة خاتم اي حاجة المهم يبقى ملامس جسمكم الحجر ده مجرد ما يتشرخ او يتكسر معناه ان هو اخد طاقة الحسد بدالت يتاخدوه ترميك وتشتري غيره ما تمشيش من غيره بقى بيحمي فعلا المثل الحاجات الكبيروها زميان القرزة الزرق او الحاجات دي لها فكرة دي مش خرافات الحجر ده لي طاقة طاقة بيعمل عليك عازل ان الحاجة ما تصبكش انت وهو ليتصاب مش انت اللي عايزين الاحجار دي انا حطت اللينك بتاع مملكة الاحجار الكريمة اللي قلتلكم عليه وعمل خصومات هيلة جدا بالوقت يقوله انا من طرف اميرة واشتروا الاحجار دي للحسد هيلة هيلة فوق الهيلة ومش غيري على فكرة حاجة ده مش غالي خالص وزي ما قلتلكم او عامل كمان خصومات كتير قوي مساء الفل يا اناس اهلا اهلا كله صح طب مخدودة ليه ايه ما تتخديش سؤال جد هو حد لباريختي انه ممكن يحصل له حاجة وحشة يقدر يغيرها طبعا طبعا يا جيمس الدعاء اول حاجة الدعاء يغير الاقدار لها حاجة مسلم ديها عارفينها ما احنا معي صغيرين تاني حاجة حاول تتفادى الحاجة اللي كانت هتقدي للحاجة اللي وحشة دي بما ان يعني انا بديتك انذار بحاجة اكيدة في حاجة هتحصل قبلها فانت غير الخطة طبعا الدعاء بغير الاقدار اكيد نافي 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 اوكي اه غيره هو انا مش هعمل بلوك لحد ولا ايه يا راشد انت بتتلكك تعمل بلوك يا ابني انا محبش عارفك اعمل بلوك لحد خالص الا لو خرج عن الخدود لغير كده اسبهم حتى اللي بيقولي يعني حاجة الوحشة بيقولها دي ما تكلم الاخلاق تعمل ايه لمقومة السحر اه صورة البخرة ليها تأثير عظيم في الموضوع ده في السحر والطاقة السلبية واي حاجة سلبية اي حاجة وحشة صورة البخرة ثلاث سيان بيستطيع تسمعها مش شغالها وتنشي تسمعها كويس في اه ادعية معينة وايات معينة بتتقل التحصين ضد الحسد ياريت بتتقل باستمرار بخور المستكة كويس جدا انا بيستعمل كل فترة والتانية لازم اعمل بخور المستكة ده في البيت وتفتح الشغالية كلها اه برضو بيقاوم السحر وبيقاوم الحاجات طبعا الصلاة والعبادات اللي بيبقى بيتعبت ده وبحالة روحانية فاهمين قصلي في فرق بين الصلاة وان واحد بيقوم بفرد وبيردد كلام وبيعمل حركات بدون روحانيات وبدون خشوع وبين حد بيصلي بقلبه فاهمين قصلي اه اللي بيصلي بقلبه طبعا حاجة تانية الطاقة فعلا بتنلاك فا لما نصلي نصلي بقلبنا فعلا ان شاء الله طبعا دي بتحسنن كل حاجة وربنا طبعا قادر على كل شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة